خلينا نروح بقى لزميلتنا مريم ساميح دلوقتي وموقع يلا كورا وعشان نشوف هناك أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع البحلية وأيضا العالمية وحيكون معاه الأستاذ أيمن جيلبرتو مدير تحرير موقع يلا كورا صباح الخير عليك يا مريم وصباح الخير على أستاذ أيمن وصباح عينكوا فضالي صباح الخير عليك يا نهون بصبح عليك وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل موقع يلا كورا هيكون معانا عدة عنوين طبعا كلهم يعني تم إصدارهم صباح اليوم الاتنين البداية من موقع يلا كورا ودية محتملة للمنتخب 2 أكتوبر وغموض موقف كأس مصر ومن الجمهورية أونلاين الليلة انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث ومن صحيفة الشرق الأوسط كيف سيطرت صفقات الأعار على سوق الانتقالات المتأثرة بكورونا وأخيرا من موقع اليوم السابع أرقام قياسية لا تنسى في مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الموسم الجديد طبعا هينقشنا في كل هذه العنوين الأستاذ أيمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كورا بصبح عليك طبعا يا أيمن منورنا مشرفنا على شاشة قناة النادي الأهلي خلينا نتكلم في البداية يمكن العنوان الأبرز من موقع يلا كورا يمكن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش طلب إقامة مباراة ودية يعني بالمحليين يوم 2 أكتوبر عايزين كمان نتكلم معاك عن موقف استكمال بطولة كأس مصر فيه ظل الموعيد الجديدة اللي طلبها الجهاز الفني للمنتخب طبعا منصبح عليك قناة الأهلي منورين يلا كورا منصبح على كريم ونهواند في الستوديو بالتأكيد هيبقى فيه موعيد كتير هتطلق بطل الفترة اللي جاية طبعا جهاز فني جديد بقيادة كارلوس كيروش كابتن ديوقة السيد وكابتن محمد شوقي وكابتن وقال جمعة بالتأكيد هيبقى عاملين له زي تقارير للراجل لما يوصل يحطوه في الصورة واللي هيسهل له كمان الأمر وجود فينجادا كمدير فني الاتحاد المصري برتغاليين بقى زي بعض المفترض أنه يعني يمهد له كل حاجة وكل المشاكل اللي الكرة المصرية بتعاني منها طبعا المشكلة اللي كان بتواجه المنتخب مصر الفترة اللي فاتت هي عدم استغلال التوقفات الدولية بالشكل الأمثل فطبعا ده ممكن يضطر الجهاز الفني الجديد أنه يعني يبدر كمان تجمع المنتخب عن الفترة التوقف فترة توقف من المفترض ناتب من 4 أكتوبر لحد يوم 12 يعني احتمالا كلام ده يبقى بليه بأسبوع في معسكر اللاعبين اللي متدوري لمصر لأن هم الأكتر في المنتخب خمس لعيبة بس محترفين اللي بيتم الاستعانة بيهم فطبعا يعني مباراة ودية للعناصر لأغلب العناصر التي أمشاركها يبقى أمر جيد قبل مباراة ليبيا اللي هي مفترض ممكن تبقى في الفترة يوم 4 أو 5 أكتوبر هيبقى أمر طيب لكيروشي يعرف الدنيا ماشي إزاي يشوف اللعيبة قدامه طبعا كاس مصر يبقى فيها مشكلة لأن تحدد كالعادة موعد مضغوطة ببداية من 25 تسعة يعني أكيد هتترحل شوية لكن هتبقى المشكلة في كاس مصر بقى بتاع الموسم المقبل هيتلعب مش هيتلعب هي دي المعضلة العنوان التاني معانا النهاردة عن انطلاق بطولة العالم يعني للشباب والشبات الخماسي الحديث نقدر نقول يا أيمان يعني أن مع هذه البطولة أو انطلاقها النهاردة يمكن مصر كسبت يعني ثقة الاتحادات الدولية في أغلب الألعاب لتنظيم البطولات العالمية على أرضها يعني في ظل طبعا أن في دول كبيرة أخرى بترفض أن هي تقيم يعني بطولات عالم يعني عايز عرف منك أكتر بطولة وربطولة وإحنا بنثبت في ظل جائحة كورونا أن احنا جادرين جدا بتنظيم مثل هذه الأحداث طبعا دي بتبقى حاجة جميلة جدا للدولة المصرية وبتثبت قد إيه إحنا عندنا الإمكانيات وإن احنا مش خايفين لا إحنا عندنا الإجراءات بتاعتنا وعندنا الملاعب بتاعتنا نقدر نستضيف أي حدث لسه كان فيه بطولة الدرجات وكان فيه بطولة العالم للكراتي وقبل كده الرماية طبعا اللي كان بروس كل الحاجات دي استضافة مصر لكاس العالم لكرة اليد هي يعني كان الحدث الأكبر لأن تقريبا دي كانت أكبر بطولة في فترة كورونا اللي هي مجمعة دي فده أمر طيب جدا وأعتقد الخماسي الحديث كمان الناس هتريد تحط عندها عليه بعد الفضية بتاعة لعبنا الجندي في أولمبياد توكيو الأخيرة فإن شاء الله يعني بطولة وربطولة ونتمنى أن زي ما وزير الشاب ورياضة قبل كده صرع أكتر من مرة أن مصر تقدر تنظم كاس العالم وتقدر تنظم الأولمبياد نتمنى أن السنين اللي جاية يبقى عندنا ملفات محترمة ونلاقي بقى حدث زي كاس العالم لكرة القدم وحدث زي الأولمبياد موجودين على أرضنا يعني إن شاء الله طبعا في الوقت اللي بتعيني فيه لأن ده في جميع أنحاء أوروبا من أزمات وتدعيات مالية لتفشي فيروس كورونا يعني كانت بتسعى أن هي يتم تقليص نفقتها وأصبح نوع آخر من صفقات هو المسيطر على سبيل أعارة بشكل متزايد يمكن في المركات والصفية الأخير تعدت النسبة 30% من فكرة الصفقات على سبيل أعارة فعايزة أعرف منك أكتر عن يعني شايف النسبة إزاي كانت نسبة قليلة جدا وبسبب كورونا بتتزايد عن 30% طبعا الأوضاع المالية صعبة للأندية فترة طويلة اللعبة بدون جمهور الماتشاط كان فيها مشاكل كان فيه ماتشاط بتتأجل قعدنا فترة كبيرة ما بنلعبش مباريات كل دي بتأثر مباراة الوحدة اللي بتتلعي من غير جمهور بتأثر بالسلبة على النادي وفي أوروبا طبعا الحاجات دي تيكت سيزون دي بتتباع من بداية الموسم وكمان إقبال مثلا على شراء المنتجات بتاعت النادي والحاجات دي فطبعا الأندية تأثرت ملان يمكن فيه نادي أو اتنين هما اللي أمورهم مشية وصفقاتهم بتتعدى يعني الميت مليون ولكن بقى الأندية بيحاولوا على قد ما يقدروا أن هما يعني يجيبوا صفقات من غير ما يجهدوا الخزينة بتاعتهم فطبعا الأعارة هي بتبقى أنسب حل وطبعا الفترة اللي فاتت كلنا شفنا البند بتاع أعارة بنية البعدة بقى يعني زايد برضو بنسبة كبيرة كل نادي بيحاول يقلل الرزق أن هو يشتري اللعيب ويشوفوا عنده في الأعارة بعد كده يفعل البندو طبعا أبرز أعارة حصلت في المركاتو السنة دي هي أعارة جريزمن من برشلونة رجعتني قتلكم مدريد موسم بنية البعاء 40 مليون يورو فهي دي الأبرز لأن جريزمن ما عادش كتير في برشلونة والصفقة كانت فوق 120 مليون فدي تقريبا أبرز حاجة وبتبين لنا قد إيه برشلونة هذا النادي العظيم وطبعا جماهريته وشعبيته ولكن لما تحط في موقف الكورونا والزروف المالية وكمان القواعد بتاعت الإيجاب بتاعت المرتبات استغنى عن أبرز نجوم وأكبر نجوم وعشان خطر يقدر يعني يوفق أوضاعه مع الفترة اللي احنا عايشينها دي فيعني نتمنى أن احنا هنا في مصر وفي النادي الأهلي الأمور ما توصلش في المستقبل لكده والأمور تفضل يعني ماشي الحمد لله أخيرا عنونا الأخير يمكن عايزين نتكلم عن مع انطلاق طبعا غدا ثلاثاء منافسات مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا كمان يمكن هتبدأ بمواجهات نرية أبرزها طبعا يعني قمة برشلونة بايم يونيخ عايزة أتكلم معاك عن الأرقام القياسية يمكن في الموسم الماضي كان فيه أرقام قياسية كبيرة جدا فمناسبة أن احنا نتكلم عنها دلوقتي مع انطلاق المنافسات بوك طبعا يعني يمكن أبرز حاجة الناس كلها طبعا مستنية المباراة بتاعت شامبينز ليج المجموعات في ماتشاط لعب جمهور كمان فكرة ميسي في باريس سان جرمان وعودة كريستيانو لمانشستر نايت طبعا هنبتدي نسترجع بقى أرقام كريستيانو مع منشستر نايت ايام ما كان في الشامبينز ليج كريستيانو رونالدو يعتبر خلاص قرب ان هو يبقى أكثر اللاعبين مشاركة في دوري الأبطال هو الهداف الأوحد أو الأبرز في البطولة ميسي هو أبرز هدافي أو أفضل هدافي مرحلة المجموعات بشكل عام فده الصراع اللي احنا دايما كل موسم بيتجدد ونشوفه عايزين بقى برضو لسه نشوف اللي فاندوفيسكي وهالند ويعني دول برضو من المهاجمون بابي نيمار ازاي أرقامهم السنة دي هتبقى ماشية في دوري الأبطال طبعا صلاح نتمنى ان الموسم ده كمان يبقى أفضل من الموسم الماضي فيما يخص دوري أبطال أوروبا لأن ليفر بول الموسم الماضي طبعا كان عنده مشاكل كبير السنة دي ماشي كويس في الدور الإنجليزي نتمنى ان صلاح زي ما وصل لميت هدف بريمير ليج لا يحطم كمان بقى أرقامه اللي هي القياسية في دور الأبطال ويبقى هو أبرز هدافي أفريقيا والعرب في البطولة بإذن الله بشكرك جدا أيمن نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي دي طبعا كانت جولتنا الصحفية لليوم الاثنين بشكرك جدا نهواند الكلمة ليكي مرة أخرى طب أنا كنت عايزة أسأل يا ماريم أستاذ أيمن سؤال هل متاح الموضوع طيب أنا عايزة بس يعني من وجهة نظره تسأليه فبنتكلم عن دوريات الأوروبية إيه الدوري اللي هو شايف الأقوى حاليا من وجهة نظره أيمن طبعا هواند بتسألك عن الدوريات الأوروبية أنت شايف من وجهة نظرك إيه هو أقوى دوري طبعا حاليا هواند الدور الإنجليزي هو الأقوى والأبرز صفقات كبيرة جدا حصلت اللي هو منتكلم عن عودة كريستيانو عودة لوكاكو بالإضافة بقى إحنا منتكلم في وجود صلاح وجود هاريكين كمان المدربين اللي موجودين في الدور الإنجليزي النتائج نفسها عودة الجمهور بكامل طاقته في الدور الإنجليزي فهو الدور الإنجليزي هو الأبرز وهو المسيطر طبعا الدور الأسباني فقط كتير كمان برحيل ميسي هتبقى فيه منافسة قوية في الدور الأسباني ولكن الناس مش هتبقى يعني هيتفرجوا على المدربين برشلونة ولكن مش بنفس القوة زي أيام ميسي وكريستيانو طبعا الدور الإيطالي بعد خروج كريستيانو وكمان إنه هو فيه مشاكل في بسه في منطقة الشرق الأوسط الناس مش يعني مش هتتبعوا بشكل قوي نفس الأمر للدور الألماني رغم أنهما فيه منافسات جيدة ومباراة جيدة ولكن هو الدور الإنجليزي بوجود كمان صلاح هو الأبرز والأقوى شكرا جدا أياما نورتنا ومشرفتنا نحن معايك يا نهواندي لو فيه أيها استني يا ماري ما تشكليوش عندي سؤال تاني معلش السؤال ده كان معانا في بداية الحلقة هو فكرة المطش يعني يوم الأربع ما بين ليفر بول وميلان وهذا المطش اللي زي ما بتقال كده هو فيه ثقر إلى حد كبير خليني برضو أعرف من وجهة نظر أستاذ أيمن هو شايف الكفة أرجح لمين بالفوز تمام عايزين نتكلم أيمن عن مطش ليفر بول وميلان انت شايف يعني الكفة رايحة فين لأنه نهواندي بتتكلم كمان عن فكرة الثقر في هذه المباراة طبعا لقى الصقر خلاص بقى حم نتكلم في القصة بتاعة الفين وخمسة دي الصقر بقى بعيد قوي واعتقد ان ميلان صقر من ليفر بول قبل كده ولكن هي مواجهة كلاسيكية ميلان عودة في الدور الأبطال بعد فترة طويلة من الغياب الناس كلها مستنية عودت كمان إبرايموفيتش بعد الإصابة الطويلة وانهو يعني في المراحل هل يقدر يلعب في الشامبينز ليج بكل قوة أم لا طبعا المواجهة هي كلاسيكية زي ما بنقول وحاجة اعتدنا عليها في سنين طويلة وكلنا طبعا ماتش الفين وخمسة ده يعني مصر كلها محدش يقدر ينسى مباراة زي كده أو العالم كله طبعا محدش يقدر ينسى مباراة زي كده وجود ميلان في دور الأبطال إضافة قوية لكن بنتمنى ان هو يفضل موجود من غير ما يكسب اللقب لان ميلان 18 لقب قري اي فوز بدور الأبطال ده معناه ان هو يقرب من الرقم بتاع النادي الأهلي وده اللي احنا لنتمنى فنتمنى لهم التوفيق نتمنى التوفيق لليفر بول وميلان يسعد دور الأبطال ولكن ما يكسبوش بشكورا جدا يا أيمن شكرا جزيلا معيك يا نهواند لو فيها أي استفسارات تانية لا انا حكتفي كده خلاص شكورت جدا يا مريم بشكر ايضا أستاذ أيمن جلبرتو لو اني هختلف معاك شوية فكرة الثارة اه طبعا احنا منتكلم لألفين وخمسة وألفين وسبعة ولكن ما زال يعني الفكر برضو ده مؤثر ولسه موجود كمان لو مش هنتكلم ضمن يعني اللعيبة لا هم موجود مع الجماهير يعني النقطة دي برضو في غاية الأهمية المطش يوم الأربع مش هيبقى مطش عادي أبدا انا بشكورك جدا يا مريم بشكر مرة تانية أستاذ أيمن شكرا لكم